هل لأسماء الله الحسنة طاقة شفائية وازاي نستفيد منها بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة في فيديو جديد انتشرت فيديوهات وناس مشهورة ان اسم الله كزا بيتقال بعدد كزا يعالج في حالات كزا ويبقى انتشر الكلام ده هل ده الكلام ده صح والغلب واشي يا اخوان العلاج حاجة من الاثنين لعلك حسي لعلك شرعي فيش غيم فيش تالت علاج حسي يعني يعني المضاد الحيو ده بيقتل الميكروب ده ودرسناه وتأكدنا من الكلام ده ده علاج حسي علمي ده طبعا علاج اه تمام في علاج تاني علاج شرعي اللي هو ايه الرقية الشرعية اللي انت ايات من القرآن احاديث من السنة ادعية صحيحة دي كلها رقية شرعية من الاسباب اللي بتاعلك غير كده مفيش سبب تالت تقولي طب اسماء الله الحسنة دي طبعا ايه طبعا اكيد مش من الاسباب الحسية العلمية المعملية انما من الاسباب الشرعية طب نرجع للشرع مش سبب شرعي انتوا بتقولي سبب شرعي في العلاج نرجع للشرع هل الشرع قال ان اسماء الله الحسنة تتقال بالشكل المعين ده او بعدد بالعدد الفلاني عشان المرض الفلاني لا نجد دليلا على الاطلاق في ذلك اذا استخدام اسماء الله الحسنة في العلاج ده نوع من البدعة لان ليس هناك قرآن ولا سنة ولا فعل الصحابة يقولوا ان ينفع نستخدم اسماء الله الحسنة في العلاج لو في ينفع كان النبي ارشادنا اليه كان الاية ارشادتنا اليه بالعكس ده علماء اللجنة دائما بيقولوا في الامر ده هذا العمل باطل لانه من الالحاد في اسماء الله وفيه امتهان لها يا ذي الاسماء انما بقى يجيب لك وطاقة شفائية والرقل مش عارف الطاقة عملت ايه وثبت ايه وكلام كله دجل وكلام غير صحيح فيش حاجة اسماء لك باسماء الحسنة اسماء الله الحسنة ربنا قال ولله الاسماء الحسنة فادعوه بها ندعى ربنا يا غفور اغفر لي يا شافش فيني يا رحيم ارحمني ندعى باسماء الله الحسنة ونعمل بمقتضى اسماء الله السميع مدام بيسامعني فانا ما اقولش كلام باطل مدام البصير مدام يبصرني يبقى انا ما اعملش حاجة حرام بمقتضى اسماء الله الحسنة دي وظيفتنا تجاه اسماء الله الحسنة ليس فيها الشفاء والباب الدجل والشعوزة اللي انتشر حول هذا الامر دعم الفيديو بشيره ولكم انشاء الله في القناة شوفكم مرة جاية والسلام عليكم اشتركوا في القناة